أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه فيدتيب بس قبل ما نبدأ بطمنا أدعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك بيبدأ الفيلم بمسبح كبير بيعلق المدير ورقة إعلان إنه المسبح هيتسكر لمدة طويلة طول فترة الإيجازة وبيكون في بنت اسمها بيري بتحط خاتم خطبتها بشنتها مشان تكمل تمرين لسباحة وبتيجي إختها جونة بعد ما رجعت من المصاح لعلاج إدمان المخدرات وبتنضم لأختها بالمسبح وبيكون في عاملة نظافة اسم كلارة بتسرق مصاري من غرفة الأمانات بس بيلقطها المدير وبتكون هاي تالت مرة بيمسكها المدير وهي عم تسرق فبيقلنا المدير إنه مطروضة وإنه تنظف المسبح قبل ما تمشي مشان يحاسبه وبصير وقت تسكير المسبح وبيخلي المدير للناس يمشوا وبتصير بيري تلم غراضة مشان تمشي بس ما بتلاقي خاتم خطبطة وبتنتبه جونة إنه الخاتم عالآن بالبلوعة بقاع المسبح فبتغطس بيري مشان تجيبه بس بيكون الخاتم عالآن وما عم يطلع معه بتنزل إختها اللي تساعدها بس ما بيستفيدوا شي وبيطلع المدير عالمسبح اللي يتأكد إذا فيه حدا موجود بس ما بيلاقي حدا لأنه الإختين غاطسين بالمي ومنبينين فبيروح المدير على لوحة التحكم وبسكر غطى المسبح بينتبهوا الإختين وبحاولوا يطلعوا بسرعة بس بيتسكر عليهم وبيحاولوا التنتين إنه يكسروا الغطى بس بيكون مصنوع من فايبر زجاجي قوي وبتعيد جونة وبتقول إنه ما كان لازم يخاطروا بحياتهم مشان خاتم وبتقلها بيري إنه هي بدا تجيبه مشان تتباهى قدام إختها إنه مخطوبة وبيلاقوا إنه في فتحة صغيرة كتير إيديهن ما بتمرؤ منا حتى وبتقول جونة لإختها إنه غيراني منه وإنه هي عم تتعالج بمصحها بينما حياة بيري مثالية وحتتجوز عن قريب فبتكتشف بيري إنه إختها هي اللي زتت الخاتم بالمسبح وبتتخانق معه وبتنزل لجيب الخاتم وتقدر تطلع بعدين بيتفقوا الإختين إنه يوقفوا خنا ويحاولوا يطلبوا المساعدة وبتحاول بيري إنه تشيل الغطى لبلوعة حتى تكسر فيه الغطى بس بيكون تقيل كتير وصعبين قام بيمرق الوقت وبيصير آخر اليوم وبينطفضوا بالمسبح وبيضال موبايل بيري عميرين لساعات وبيكون خطيبة ديفيد عم يدقلها بس موبايلها بيكون بالشنطة مشان هيك ما بتقدر ترت وبتتمسخر جونة عليه إنه عم يدقلها كل هالأت بدل ما يدور عليهم وبتقول إنه بعمرة ما كانت تسق فيه وبتخانوا الإختين مرة تانية بسببه وبعدين بيصيب بيري وجع راس قوي وبتقول لأختها إنه عندها مرض السكر من 3 سنين وكانت مخبي هالشي عن عائلتها وإنه إذا ما أخذت إبرة الإنسولين اللي بالشنطة حتفوت بغيبوبة سكر وبعدين بيقدروا هن التنتين إنه يوسعوا الفتحة اللي بالغطى بقطعة البلاستيك اللي لقوها وبتسأل جونة أختها عن سبب بعدها عن العائلة فبتقول لأبيري إنه أبوها كان عطول سكران ومدمن وإنه حرقت البيت ومات أبوها بالحري وفجأة بيسمعوا صوت حدا فتح الباب وبتطلع كلارة وبتنتبه للبنتين المحبوسين وبتنتبه إنه كاميرات المراقبة شغالة فبتغطيها وبتروح بتسرق شنطة بيري وبتأخذ الموبايل والمصاري وبطاقة الاقتمان وبيكون الإختين مفكرين حتساعدون لحد ما بتسأل كلارة عن الرقم السري للبطاقة فبيستغربوا من سؤالة وبيسألوها شو عم تعمل فبتقولون كلارة عن ماضيها بالسجن وإنه عندها أطفال وعليها فواتير وديون وما لأدرانة عليهم ولما ما بيرضوا يلقول للرقم السري بتسكر الدفايات بالمسبح بس كلارة بتروح وبتقولون إنه حترجع بعد ما تسحب المصاري من الصراف الآلي والإختين ما بيضل قدامهم غير هالحل إنه يستنوا لترجع كلارة وبتسوق حالة بيري بسبب برودة المي بعد ما انطفت الدفايات وبتنزل جونة وبتحاول تقيم غطل باللوعة بس كل محاولاتها بتفشل وبتطلع جونة ع سطح المي وبتصير تلوم حالة إنه جبانة ومالة لازمة وبيعانقوا بعض الإختين مشان يتدفوا ببعض وبضلوا بالمسبح طول الليل وبصير الصبح وبتجي كلارة وبتصير تتمسخر على الإختين وعلي هنم فيه وبتحاول جونة تمسك حالة مشان ما تعصب عليها مشان كلارة تأنقزهم وبتقلها لكلارة إنه تجيب قبرة الإنسولين من شنتايت بيري بس كلارة بتكون متضايقة لأنه لقيت إنه كل المصاري اللي بالبطاقة 80 دولار بس وبتهددون إنه حتتركن يموتوا بسبب غباءهم وإنه نحاولوا يضحكوا عليها بعدين بتقرر جونة إنه تعاقب كلارة لأنه بتتمسخر عليهم وما عم تساعدهم فبتمثل إنه عم تبكي وبتطلب من كلارة إنه تقرب من الفتحة اللي عغطها المسبح فبتنزل كلارة إدنى على الفتحة لحتى تسمع شو عم تقول جونة وفجأة بتطعن جونة كلارة بإدنى بقطعة البلاستيك فبتصير تصرخ كلارة من الوجع وبتروح على المراهي لتشوف الجرح وتنظفه وتوقف النزيف ومشان تنتقم بتشغل كلارة منظف المسبح الآلي والبنتين بيجوا ليختنقوا وما بيقدروا يتنفسوا بسبب الكلور تبع التنظيف وبيضلوا يعيطوا وينادوا لكلارة مشان تساعدهم تنتبه كلارة لخطورة اللي عملتها وبتطفي المنظف الآلي وبعدين بتروح لعندن وبتقول لهم إنه ما عند عيلة تخسره وما لخايف عحاله وبتكون بدي تعقبهم على اللي عملوه معه وتدفعهم سمن غلططهم وبتخليهم يعطوها خاتم الخطوة الألماس وبتعطيها يا بيري لأنه تعبت من اللي عم بيصير بتاخد كلارة الخاتم وبتمشي من المسبح وبتتركون وبتكون جونة عم تبكي لأنه كل اللي عم بيصير بسببه بس إختها بتسامحها على اللي عملته وبتهديها وبعد مرور ساعات بتصير بيري تهلوس وبتشوف غطى المسبح عمين فتح وبيصل خطيبة ديفيد وبأنقذها بس إختها ما بتكون موجودة معه وبتختفي من المسبح وبتصحى بيري من هلوس ستة وبتلاقي إختها ماسكة قطعة لبلاستيك وبدا تنتحر وتقتر حالة فيها بس بتحاول بيري تهديها وبتلها أنه واثقة أنه حيطلعوا عايشين من المسبح مع بعض وبتكون كلارة عم تجرب خاتم بيري بيتصل ديفيد عموبايل بيري اللي بتكون كلارة سارقته وبتفتح كلارة البريد الصوتي وبتعرف أنه ديفيد حيدق للشرطة لأنه بيري لهلأ ما رجعت عالبيت فبتخاف كلارة أنه تنحبس مرة تانية بالسجن وبتروح على المسبح وهنيك بتحكي مع البنتين وبتخليهم يوعدوها أنه ما يحكوا لي عملته لحدا ولا حتخليهم محبوسين وبيوفوا الأختين على العرض وبيعانوا بعض من فرحتهم وبتقرر كلارة أنه تروح وتفتح الغطة مشان يطلعوا الأختين من المسبح بتروح لغرفة التحكم وبتلاقي أنه رمز الحماية اللي بتعرفه متغير بتعصب كلارة وبتروح لعند البنتين وبتقول لهم أنه ده خلقة من اللي عم يصير وما عد عرفت كيف تتصرف بتمشي كلارة وبتتركن محبوسين وبيمرق الوقات وبيكون صار تاني ليلة إلهم بالمسبح وبتبلش باري تفوت بغيبوبة السكر فبتحاول جونة تفيق أختها وبتقلها باري أنه وقت الحادسة لما قتلت أبوها ما خلته يهرب من الحريق وصارت تقول أنه قتلت الوحش وبتنزل جونة وبتحاول ترفع غطل بلوعة مرة تانية وبعد ما تحاول كتير وتفشل بتاخد المنشفة من أختها وبتربطها بالبلوعة وبالأخير بتقدر تقيم غطل باللوعة وبتطلع على سطح الميل عند أختها بس بتلاقيها فأدة للوعي وعم تغرأ فبتعملها جونة تنفس إصطناعي وبتنجح أنه تخلي أختها تتنفس وتصحى وبتستخدم جونة قوتها وبتمسك غطل باللوعة وبتصير تضرب الغطى وبتكسره من ناحي الفتحة وبتظل جونة عم تحاول توسع الفتحة بإيدها بعد ما انكسرت وبتنجرح إيدها كتير من الإزاز وأخيراً بتمسك جونة أختها وبيطلعوا من المسبح وبتعطي جونة أختها قبرة الإنسولين وبتكون خايفة إنه أختها ممكن تموت وفجأة بتظهر كلارا وبتكون حاملة مسدس بتواجهوا على جونة وبتهددهم إنه تقتلون لأنه إذا ضلوا عايشين حيبلغوا عنه وتنحبس بس بعدين بتنزل كلارا المسدس وبتعطيهم الخاتم وبتكون حاسة بزنب من اللي عملته بتصل جونة بالشرطة والإسعاف مشان يلحقوهم ويأخذوا باري وبتخلي جونة كلارا تهرب مشان ما يقبضوا عليها وبعدين بتصحى باري عتغت الإسعاف وبتعطيها جونة الخاتم وبيعانقوا بعض وبيصيروا يبكوا من الفرحة وإنه نجوا من هالموقف بعجوبة وبيأخذوا المسعفين باري ليوصلوها على المشفى ولهون بتخلص قصة الفيلم وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد